في سلوكيات كده لازم نبطلها في رمضان يعني بجد لان انتو بسلوكات اللي بتعملوها دي بتمحوا الاهمية بتاعة الشهر بالنسبة لكو انتو هو كده كده رمضان بكاملو كده كده في ناس تستفيد بي بس بالنسبة لكو انتو رايح على الفاضي ليه لانتو بتعمل حاجة كتير قوي غلط على مدار اليوم في رمضان وبتواصلوا عليها فبالتالي بتقولوا اي ده اياف اي احنا مش حاسين بيه عشان انتو ما بزلتوش اي جهد انتو تحسوا بيه مبدأين كده اي اول حاجة بتاع السلامنا بنعرف ان خلاص رمضان جاء بي نصلي صلاة الترويح اللي هي بتبقى بعد العشر وبعد كده نصلي صلاة كامل الليل ده المفروض في ناس بقى في النصص بتضيع وقتها في الفرجة وكده اول سلوكيات الغلط تمام بعد كده نيجي بقى لي خلاص بعد ما صلينا قيام الليل والترويح سوى زجان جماعة او لا او سوى زجان في المسجد او في البيت بيجي بقى الصحوق بنعمل ايه بقى بنروح جاي ماليين الصفر وحاجات كتير قوي وينم لبطننا ونقعد نقابك بها ونأكل كل حاجة وخلاص يبقى مفروض فاطل يعني لو انتو بقى سهرانين بقى فاطل ساعتين تلاتة بكتير قوي وهتنامه ولكن لسه ايه ما تخدمش وكمان بيبقى في عك فاكيد في حاجات بتتعفن في حاجات ما تتخدمش كويس وحاجات بيحصلات خمورات فمتستفدوش خالص باكل انتو بتاكلوه ويبتسحو تاني يوم جاعنين جدا ليه لان بطنكو كانت مليانة اما نمتو ودي معلومة مهمة جدا 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 لان ناس اللي اول ما تسحط لانفسها جاعنا وحنا بقى في صيام وفي مشاقة اعرفوا ان انتو ما ينفعش تبوها خالص بالليل لا في صحور ولا فغير صحور لو في ناس عايزة تصحر او حبة موضوع الصحور ممكن ناس ما تحصحرش براحة عادي بس ممكن زبداية اه مش عارف ايه يا كوب بايت لبن اه حاجات البسيطة دي لكن ناكل واجبة كاملة صعبة الناس اللي هي ممكن تشتغل شغل جامد وكده ممكن تاكل سندوتش فول وخلاص الموضوع انت على كده والفول بقى مصمر البطن وهيمسكه تمام ومشجوع وكده لكن العكعكة اللي تحصل دي ما تنفعش هنجي بقى بعد كده ايه لنقطة الميا ناس بقى بتاكل يعني ممكن طول يوم عادي ما يكونوش دقوا الميا ولا عارفوا اصلا طعمها ايه ولا بقوا ميا ولا ايه حاجة طول النهار واليوم ويجبوا بقى فقبل الفترة بتاعت الصحور دي قبل الفجر يملوا مع ديتهم ميا جيبوا بقى شرب كده جامد ويكوبوا كل مرة اولا عملتوا عصر هادو تمام لان الميا الكتير بعد الاكل غلط تمام ممكن تاكلوا اسناء الصحور تشربوا ميا بيه بس بقى حاجة برضو ايه ولا ايه لو كده ولو عايزين تشربوا بعدها برضو يبقى بكميات بسيطة غير كده هي هتروح على الفاضي ايا كان بقى كمية المياة تشربتوا ايه ساعتها لان خلاص جسمكم مش هيستفيد بها ومش هيالها حتى يخدمها مع الاكل فايه في انكم مش ربطوش حاجة بالزبط وهترسوا تاني يوم عطشانين جدا نعادي لان خلاص جسمكم خرج السوايل اللي هو مش محتاجها وانتوا في كده كده زودتوا حاجة على الوقت ده في الصلاة افضل من الاكل والشرب وفي الاقراءة القرآن وفي الاسكار وفي تسبيح وفي حاجات كتير قوي جدا ممكن استغير ave ايض嫌ıma لحد الفاجر خلاص طالت الفاجر تروح ر être haznaima لحد تاني يوم المغرب يعني فينس ياوم فينس احنا في رمضان بقى المفروض يبقى فيه السيام فينس سيام يا New York e Stepon انتوا صحيين طول الفترة بتاعة الفطار اللي هي من المغرب الفجر ونيمين طول الفترة بتاعت السيام اللي هي من الفجر المغرب ايس اي سيام في الموضوع خالص انتوا صحيين طول الفترة الفطار ونيمين طول فترة مش منتوين خالف تمام فانتوا ضيعتوا ايام كتير عليكم اللي قمت بتقضوا بقية رمضان بالمنظر ده فانتو ضيعتوا سوابات كتير اوي كما ممكن تغضوها لان المفروض انتو تسحوا عشان تحسوا ان في اه في كوع وفي عطش وتعرفوا اهمية الاكل والشرب وتحافظوا على الحاجة وتحاولوا تقتصدوا واللي مش اللي محتاجة تدولو وهكذا تعرفوا بقى ان المفروض في الوقت ده جسمكم بيتخلص من السموم وبيخرج كل حاجة خلايا سامة وخلايا اه ممكن تكون لقدر الله سرطانية جواه هو بيتخلص منها وبيجددها وبيجيب خلايا تانية غير فانتو بوزتوا العملية خلص بضيعتوا الموضوع كله منكم وان انتو نايمين طول فترة السيام بتعملوا ايه امه عادي ماشيوا حياتكم طبعيا رمضان بيجي عشان تعرفت ماشيوا حياتكم كويس مش توقفوها فحضرتكم ضيعت روحانيات ضيعتوا السوابات ويبوزتوا السعال بيولوجية كل ده عشان ايه تناموا لي طول النهار وجسمكم مش احنا مش حسين به معاملكم ما تحسوا بيه من نزل من نزل الاطفال الاطفال لهم ليس بن عليهم الصيام ومش عايزين يصوموا مش عارفين يصوموا وصعب عليهم مش قادرين يعملوه فبالحاول بقى نمرانه محدة طب تصوم لحد الظهر بعد كده تصوم لحد العصر كده يداري كده يداري كده محد المغرب انتو اصلا لا بتصوموا لحد لا ده ولا ده ده انتم ما بتصوموش خالص فانتو افشع من الاطفال فانتو منظركوا زبالت الزبالة بجد والله ما يصحش الصليكات دي خلص تبقى موجودة وان ربنا خلقوا فارد لنا فانتو ده فارد حاجة مفروض انتو تصوموا يعني انتو كده مصومتوش زيكم مسلا زي اللي بياكلوا ولا بيشربوا وحاتم شايفوا ما هو مسلا اللي بيشربوا سجاير او اللي وكزا او اللي بيشتموا او اللي بيعملوا ايه فدول سيامهم ضايع وانتو كمان سيامكم كلها لقد انتو بتطلعوا فيه بزنوب افلوط بيبقى شهر عبادة وتقارب لله وصدقة وآآ افتما معلومة ان الصدقة في رمضان تبقى زكاية في غير رمضان فدي معلومة حلوة جدا وعايزكوا تتصدقوا على قد وتقدروا في الشهر ده بازاي كوي في غيره وده يمكن بيعلمكم انتو تفضل ماشين على الأسئلة دي لان لو تعودتوا ان انتو آآ تطلعوا وتدوا اللي محتاج وكده فمع الوقت هتعملوا ده سواء زكاية في المدان اول من المغرب بيدي الناس كل هتجي عالصفرة على طول محدش مسلا بيفكر يفرش سجادة الصلاة ويبتدي يصلي الاول او مسلا هو خلاص يشربه قمية بعد كده يروح يصلي ويرجع ياكل لأ ما فيش كلام دي لهم عطوب يهجيموا على الاكل وعلى طول يروحوا يشربوا كتير سلجات كلها لازم تختفي ولازم بجد تبتدوا تغيروا منها لان انتو مستفيدين انتو اولا آآ هتتقالوا بعد الاكل تمام فمش هتصلوا ياما هتأخروا الصلاة ياما هتضموها مع صلاة اللي بعدها فما لهاش فايدة بالجادة والله لا الاول المغربية ايه دور في الوقت ده وبعد كده آآ شربوا بقو مية او عصير او ايان كده نبريزين شربوا ايه آآ لبن ايان كده مشروب بتاعكو وتمرايا وخلاص وموضوع انتها لكده من السنان الحلوة برضو وروحوا صلوا جامعة مش جامعة مهمة كلكم روحوا صلوا لولا وبعد كده تعالوا بقى رجعوا كده كما تهجموش كده على طول جسمكم لسه مفروض انتو عدد ساعات فاضل صاهم وتروحوا هاجمين فاجأة على المعدة كده انتو بتعملوا عصر هضم خطير مولوكوش لأ وبعدين بقى ايه ايه الصفرة بقى حلو وحادق ومشروب وعكي ايه وابدع ايه وضفنا حاجات كده ملاحاش اي علاقة بالجود وبجد بمعظم الاكلات رمضانية منطرة جدا مسحة جدا جدا لو تركزوا هتلاوني فياكم مية سعرات حرارية ومش مفيدة بدرجة كبيرة جدا يعني مفروض احنا بنحاول نحسن ساحتنا في الشهر ده من ربنا جعله علشان نخفها على جسمنا شوية ما نيملهوش دمون ما نيملهوش كربوهيدرات فنيجي الله نفسنا مش قادرين نتنفس ولا بنمشي بصعوبة في الشهر ده جاي ساعدنا من جميع النواحي فانتو ضيعتوا كل ده واليوم بيخلص عندكم على كده مسافة ما بدأ مسافة ما نهيته اليوم لأ لسه حاجة كتير قوي طول الليل اللي المفروض تتعمل معنا عشان كده بقول لكم ابنوها صح من اول الليل من اول ما بتعرفوا ما خلاص هنصوم لحد تاني يوم بقى السيوم وما تبوزوش بقى كل اللي احنا عملنا ده وصومنا وخلاصه جسمنا استفاد وحرق الدمون اللي فيه وكده وتيجو انتو تبنوك دهون تانية جديدة طب احنا عملنا العكعكة دي بتنهيكوا عن اداء الفروض وبتنهيكوا عن اداء اوف اللي هيها تبقى اكيد مفيدة كتير جدا عن الاكل اللي انتو بتاكلوه وحب اقولكم ان انتو مش بالاكل كتير مش ان انا هعود بقى انا صمتوا اليوم فااكلوا كتير طب ما استفادنا ايه مفروض ان انتو بتصوموا عشان جسمك يستفيد من الاكل اللي انتو واكلتو قبل كده فما تجوش بقى تبوزوه بالنظام صح ان انا اعرف ايه اهميتس يوم ربنا جعلوا ليه هعرف بقى اصوم صح هعرف بقى اصوم صح انتو تعودوا من اول اليوم لاخروا بتحضروا الاكل ما ينفعش ان اقول انه تسهل حد المدفع ما يدرب تكونوا بتحضروا الاكل لا ولط المفروض اول ما المدفع يدرب دي بقى احنا بنكون مبسوطين ان خلاص جال ليل ان احنا هنتعبد فيه كمان زيادة عن النهار مش اللي هو ايه ده خلاص ده احنا عناكل عايزاكوا لغير الفكرة دي ما يبقاش كلها موسع ان نهاركم مش هيبقى ضايع في النوم ولا ليلكم هيبقى ضايع في الفرجة هتبقوا نهاركم في بتحاولوا تقربوا من ربنا بكل الطرق سوى اذا كانوا عن طريق صدقات او تساعدوا الغير او او تتبرعوا او تعملوا لانتو تقدروا تعملوا خالص الشهر ده تشاركوا في بناء حاجة تعملوا اي حاجة او سوى ادطوه اصلا بالعبادات صلاة وقراءة قرآن وتسبيح واسكار وهيبقى الليل بتاعكم يعني جزء من النهار يعني لو النهار ده يعطوه في النوم الليل اكيد هتضيعوا في الفرجة فبالليل لو ادطوها صح النهار هتعرفوا تقضوها لان النهار طبعا اصعب شوية لان ابن بصايمين وكده ومش قادرين فلا لو عملتوها يبقى الليل بتاعكم اسهل وهتتعبدوا اكتر الطريقة اصلا برضو في شهر ده عن انت تماما لانها بياكل الوقت واحنا مش عايزين اي وقت خلص يدعملنا في رمضان زي ما قلتم مواقع دي كلها الغوها سياس كان في رمضان او غير رمضان وبتدوا بقى ايشوا مع الكتب مع القرآن مع السجادة مع السبحة كده حاولوا تتعيشوا دايما مع روحانيات الشارع هتلاقوها جاتو انتو هتبقوا حاسين بيا جدا هتبقوا فرحانين ان انا اذا غيرت الرمضان السنة دي ما تخلقوش دايما زي كل سنة كده مش مختلف على قبلها انا رمضان اللي فات ضيعتو فالرمضان دي كمان هضيعو فما ينفع ما ينفع اختنموه فرصة بجد فرصة عظيمة جدا ربنا ان دهاننا كلنا واقتوبوا فيها ده ما تقدروا واستغفروا ربنا وارجعوا له وحيحطوكوا على اول الطريق ورمضان بيبقى براعا زقة كده دافع عليكم انتو المفروض تكملوا بالبوش اللي هو بيدها لكم اتمنى تستغلوا صح واتمنى تكونوا سوعدة فيه ومستحيل نفسيا جسديا وروحكم ترتفع في الازمة مكان كده وصلوا لسلوكات كتير او الخاطئة في رمضان او في غير رمضان حتى الجوامع اللي بتفضل مشغلها ميكروفونات على اعلى صوت طول اليوم وبيدو خطب خطب بعد كل صلاة ده دين مين ده ولا جايبينه منين ولا فشارع مين الكلام اللي بيحصل ده ولا الناس دول جايبينه منين بجد للأسف بقى اي حد تلوقتي ممكن يروح جامع ويخطوف الناس ويدن ويستغل الميكروفونات لصالحه ويفضل مشغلينها وكأن الناس عندهم مش راديوهات ولا تلفزيونات اللي هممكن يشغلوا فيها كرآن عادي كدا وكأنما حاجات مش متيحة مسلا في كل وقت لازم شغل ميكروفونات على صوت على طول وفي صلاة وفي غير صلاة وازعج الناس وهو ده كده الدين بالنسبة للأسف بيتاجروا في الدين تجارة وحشاء قوي وبجادة اللي هنفع عن تحدهم سلوكات كترة قوي تخيله كل جامع ومسجد وزاوية بمشغلين الميكروفوناتهم على اعلى صوت سوى زي كان في ادان او في غير ادان كل صلاة الموضوع يعتبر عزابي يعني بالنسبة كتير اويا فاتمنى بجادة ان السلوكات تخلص وتختفي بجادة لان زي زي الزمامير اللي شغل اللي اتباعش ينساعدين من العربيات اللي يارب تختفي برضو بعيدا. تمانى بجادة الناس تبتدي تعي كده ان هو شهر كريم مبارك. ما ينفعش خالص يبقى موجود في السلوكات اللي موجودة على مدار العام وان احنا بنستحمل السلوكات دي على مدار العام بالعافية. فمش هيبقى كمان في الشهر اللي احنا بنستنانه. لو فاطرين لأي عزر مرضي او عزر قهي او اي ان كان ايه. ام ان تيكوا تاكلوا او شرابة او كده ما يكونش قدام حد علشان مش عشان ده مسلا نعيب والله كده لأ بس عشان هما ما يتضررواش. ممسلا هما صايمين وتعبانين وكده ممكن يبقى ده عزام بالنسبة. فقدم حد مش مستحملوا في افضل ان السلوك ده نتفادع. لعنى في اكلات معانة كده بتبقى اصغر في رمضان زي وزي العيد بالزبط على محلات الحلويات. ليه? عارفين يعني? والله يا بجد يا جماعة محتاجين تبطلوا للموضوع ده وهي بتبقى ملينا سكريات وتبقى ملينا حاجات مقرفة بجد ودركوا جدا ما فيش منها اي نفع. وطعمها بيبقى مسكر وزيادة عن اللزوم قوي يعني وحاجات كده اللي هو تعمل النظر اول ما تكلوها. بلاش. بطلوها. منعوها مش لازم حلوة قوي. في رمضان ما بلقى اللي الحاجات دي بتجغي كده بتنرفز. اللي هو لا. دي حاجات مش مخيدة. يعني العراك بتفدر مستمرة في الشارع وفي البيت وفي كل حتة بلا اي احترام لهذا الشهر الكريم. بلا اي حساب للدفل الكريم اللي داخل عليكم ده. وانه برضو لحياتكم جميل عادي الناس في اسلوب الزبالة. ونضلط في بعض وندرب بعض. ونشتم بعض ونهين بعض ونتعارك ونتخياني وناس كلها تسمع اصواتنا. وكل ده ليه? لان ما فيش اه احترام للنفس ولا للحوالية. فبالتالي مش هيبقى فيه احترام للأسف لهذا الشهر الكريم. في محلات كتير قوي? قفلة. طول النهار بتاع رمضان. طبعا دول اللي هما الناس اللي هما يقومونين في البيت. دول اللي هما بيسموش. فدي كارثة. الواقع اسعوا في رزقكم. رمضان مش بيقول لكم اقفلوا شغلكوا وقعدوا في البيت. لا رمضان بيقول لكم سوموا وخلاص انت انا اكلوا الشرب ومارشوا بايت حياتكم طبيعي عادي جدا. غير ما سببوا اي ازا لا لا لفظي ولا جسدي للناس. فافهم بقى ايه قفلة المحلات دي كلها كده كده كله. ان كلهم متفين مع بعض انهم ما يفلوا في رمضان. طبعا والناس اللي هزا تشتري تشتري من مين معلش. ومصدر رزقكم. ده اللي وهناس تانية اكيد بتعتمد عليه. حتى هتعولوا ناس ازاي طيب وانتم مش فتحين المحل. ايه ما بالليل بقى. طب وبالليل ما المفروض تتعبادوا بقى. ما بالليل ده حياة مشي يا الله يا جماعة. حياة مشي عادي جدا. ورمضان جميل. وروحوا اصدامتعوا الاجواء. وكفاء الروايح في رمضان. جد الجو معطر عطر. رباني كده رهيب. جد والله مش هيبقى موجود غير في رمضان. بس هو ده معروف رمضان. وتبصوا تلاقوا البحر. حسيرة. سجلون. جد رمه هو هادي ومستوي. متناسق ماشي مع لون السماء الصافي. الالوان فتح تحسن نومة الاتنين حاجة واحدة. حاجة كده منظر بديع. برضو حاجات دي بتحسنش غير في رمضان بس. فسبحان الله بجد. فما تبوزوش الجمال والروعة والحاجات اللي رباني خليقها دي. بسروكيات البشرة بتاعدكو دي.